من الاهداف والنتائج الى جدول الدوري تعالوا نشوف مع حضراتكم الموقف ما عمل ازاي اه يا حلوتو يا حلوتو بص 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 الجمال استنى بس النبي اللقطة ديت ما تعديش اربع جوالات ملعوبين اربع جوالات مفيش واحد لعب جولة والتاني لعب تلاتة ومؤجله كده ها يا رب اشوف الجدول ده كده ماشي بالسيمترية اللطيفة دي اللي يتأجله بس ماتش ماتشين ها ما نلاقيش واحد عنده لعب بتاع حوالي 17 ماتش والتاني لعب تلات ماتشات احنا حلو كده بص اهو كله لعبر مع ماتشات الاهلي في الصدارة نشر نقطة بيرامدز في المركز التاني بعشر نقاط الزمالك في المركز التالت بتسع نقاط وغز محلة في المركز الرابع بتامن نقاط سيراميكا كليو باترا في المركز الخامس بتامن نقاط وفيوتشر في المركز السادس بسبع نقاط بالتحاد السكندري معاها سبع نقاط من اربع مباراة اتنين فوز وخسارة وتعادل واسموحة نفس القصة معاها ست نقاط ثلاث تعادلات وبدون أي خسار معه ست نقاط سموحة البنك الآلي في المركز التاسع ست نقاط برضو فايز ماتشين وخسر ماتشين والمصري معه أربع نقاط والمقاولين أربع نقاط ومصر المقصة أربع نقاط ولسه في الدوري كلام ولسه في الدوري تفاصيل كتير زي ما حضرتكم عارفين تعالوا نشوف باقي الجدول الجونة معه أربع نقاط برضو أربع نقاط في المركز 13 و14 فاركو جاب أول تلاث نقاط مبارح وطلع الجيش مع نوتوتين إسترن كامبني بدون أي رصيد من النقاط والإسماعيلي بدون أي رصيد من النقاط ومش سهل خالص حقيقة أنه نهاردة وإحنا بنتكلم بعد أربع جوالات أنه النادي الإسماعيلي لم يتمكن من تحقيق أي نتيجة إيجابية حتى الآن إن شاء الله حتى يا رب نقطة كده حتى من على طرف المعلاقة حتى لحد دلوقتي الإسماعيلي ما جابلوش نقطة من تعادل في أي ماتش من الماتشات ربنا يا رب يصلح الأحوال